ترميم مصحف حجازي يعود للقرن الأول الهجري بتتكلم على واحد من أهم المخطوطات مش بس لأنه القرآن الكريم نفسه انت بتتكلم على مخطوطة شنيدة القدم بتتكلم على القرن الأول الهجري فإحنا بنتكلم هنا على البدايات بتاعة كتابات المصاحف وما إلى ذلك في العالم الإسلامي كله فأنا أريد أن أعرف أصل الحدود أنا أحب الحواديث جدا اللي حصل أنه دار الكتب والوثائق القومية بالفعل نجحوا في ترميم هذه المخطوطة رفيعة القيمة دكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أهلا 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 وسهلا دكتور يوسف وأهلا وسهلا بسهلا مشاهدين إزاي صحة حضرتك كله تمام؟ الحمد لله يا فندم الحمد لله دايما أخبار حلوة يعني دايما دار الكتب والوثائق القومية بخلاف أنها واحدة من أهم أهم قلعنا إلا أنه دايما بتقوم بدور شديد الأهمية في مسألة الترميم والحفاظ على المخطوطات العظيمة بل وشديدة الأهمية وأحيانا مما يكون لها أهمية كمان في الأمن القومي المصري وأحيانا العربي كمان ككل صح؟ بالضبط يا فندم زي محرك قولت هي طبعا دار الكتب والوثائق المصرية واحدة من أعرق دور الكتب والوثائق على مستوى العالم بتجمع بين جنبتها مقتنيات وكنوز نفيسة جدا لا تخص مصر واحدة لكن تخص المنطقة العربية بل والعالم أجمع من ضمن هذه الكنوز وإن يعني جاز لنا القول نقول درة وجوهرة هذه الكنوز هو المصحف اللي نتكلم عنه المهاردة واللي إن شاء الله يعني دار الكتب والوثائق القومية ووزارة الثقافة ومصر بعامة تحتفل بالانتهاء من ترميم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في دار الوثائق القومية بالفستاط بإذن الله دكتور أنا كنت بقول أنا أحب الحواديث أنا عايز أعرف إيه حدوتة هذا المصحف الشريف قصة وصوله إلينا وقصة ترميمه أيضا الحدوتة بتاعته جميلة جدا وبتندرج ضمن منظومة المصر في الجمهورية الجديدة وحفاظها على تراثها وتراث العالم بشكل عام الحدوتة جميلة أوي الحدوتة إن في سنة 13 فبراير سنة 1911 يعني من حوالي 112 سنة تقريبا كان في مجموعة من الصحائف كانت جزء من مصحف موجودة في الجامع العطيق وهذا كان الاسم الشائع لجامع عمر بن العاص حتى ذلك الحين فهذه الصحائف في هذا التاريخ 1911 ضمت لتكون جزء من كنوز دار الكتب القومية وحفظت به هذه المجموعة من الصحائف طبعا إحنا بنقول مصحف حجازي باختصار وببساطة لأنه مكتوب بالخط الحجازي وهو واحد من أخضر الخطوط العربية ويزبق الخط النسخ ويزبق الخط الكوفي المصحف ببساطة شديدة جدا يعني لنا أكون مبالغا إن قلت إن هو بيرجع للنصف الأول من القرن الأول اللي هجرت السابع الميلادي وده بناء على بحوث علمية وفنية إذا يعني سمح لها الوقت إن أنا فتطره بشكل بسيط طبعا طب إحنا إحنا إزاي بنقول مصحف حجازي وليه بنقول مصحف حجازي؟ زي ما قلنا لأنه مكتوب بالخط الحجازي اللي بتميز بأنه أخضر من الخط الكوفي وإنه كان موجود في نهايات عصر الجاهلية أو بداية عصر النبوة وعصر الخلفاء الرشيدين وضونا الله عليهم فهذا الخط بيتميز بحروف ألفات ولمات وألمائلة وده بيميزه عن الخط التالي اللي هو الخط الكوفي وبالتالي ده التاريخ أو ده التحليل الفني اللي بنقول إن هو مصحف حجازي مبكر يعني القرن الأول يمكن نصف الأول كمان من القرن الأول طيب في حاجة تانية بقى بتقطع الشك باليقين في تاريخه الحاجة دي حاجة علمية تتعلق بالترميم في ضمن عمال الترميم بيتم لنوع من التحليل بنسميه التحليل بالكربون المشاع أو كربون 14 النوع ده من التحليل بيبين لنا تاريخ تقريبي لفترة تزيد أو تقل ما بين 30 ل50 سنة عمر التحفة اللي احنا بتتحل فهذا المصحف احنا عندنا 31 ورقة منه بتجتمل على صورة آل عمران وعشر صور أخرى في ورائقات منه سبع ورائقات موجودة في برلين في برلين عملوا تحليل كربون 14 عليه وأثبتوا أن هذا المصحف يعود لحوالي سنة أو بيرجع بالتاريخ لحوالي 1370 سنة من دلوقتي وده برضو أكد التحليل الأسر الفني اللي قال بيرجع القرن الأول الهجري أو نصف الأول من القرن الأول الهجري الحقيقة أن فريق الترميم بمعمل الترميم في دار الكتب قام بعمل رائع جدا وعلى أعلى مستوى من مستويات الترميم زي ما حضرتكم شايفين في بعض الصور اللي بتعرض مظهر التلف اللي موجودة فيه وشكل المصحف بعد ترميمه وتجليده باستخدام أعلى التخنيات استكمال الإطارات أو الهوامش لتقوية الورق ذاته تثبيت الحبر وعلى فكرة نوع من الحبر القديم الأثر يسمه الحبر الحديدي المصحف مكتوب على الرق والرق هو جلد الأغنام أو جلد الغزال وهنا غالبا هو جلد غنم الحبر الحديدي بالخط الحجازي ويعني بيضم لسلسلة من أعمال حفظ التراث في دار الكتب وفي مصر بشكل عام في جمهورية جديدة بتوجهات فخمة سيد الرئيس عبد الفتاح السيفي وتحت رعاية الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيزدد هذا المصحف في عدة دار الكتب والوثائق القومية طبعا دار الكتب وثائق قومية فيها حوالي 51 ألف مخطوط وببساطة شديدا المخطوط هو كل ما كتب يخطي اليد على مادة سواء ورق أو رق أو ما إلى هذا فاحنا عندنا كنوز حوالي 51 ألف مخطوط من ضمنها هذا المصحف من ضمن المغتنات تم ترميمه والحفاظ عليه ويعتبر كنز من كنوز مصر ودار الكتب المصرية لكن بما أنه حضرت ذكرت يا دكتور أسامة أن هناك بعض الأوراق موجودة بالفعل في برلين هل من الوارد أن احنا نطلب باستعدة هذه الأوراق وأيضا ترميمها إن لم تكن مرممة بالفعل؟ هو بالفعل تم ترميمها وموجودة في مكتبة برلين وفي بعض ورقات أو صحائف أخرى موجودة في أماكن أخرى زي جوتينجينج وموجودة في جامعة برمينجهام ودي برضو تم عليها درسات من العلماء سواء من إنجلترا ومن ألمانيا وهنا احنا برضو ليس حبا في الاستشهاد بالدرسات الأجنبية ولكن دراساتهم بتؤكد وتدعم تاريخ هذه النسخة المبكرة جدا جدا من المصحف الشريف عظيم جدا أنا أشكرك جدا دكتور أسامة على هذا الجهد وأشكرك كمان أنك هدت لنا فرصة أن احنا نسمع صوت حضرتك ويمكن نتكلم في هذا الموضوع الهام لعلنا يمكن نتكلم في فقرة بقى كده داخل الستوديو ترجمة نانسي قنقر